السلام عليكم ومرحبا شباب في فيديو جديد واليوم أحضرنا لكم شرح بسيط لكيفية مشاركة الألعاب بحسابك مع الرفاق على متجر ستيم وهذا بعض تحليل الجديد لهذه الخاصية واجعل منها أفضل بعشرة من المرات لكن قبل أن نبدأ في الشرح يوجد بعض النقاط المهمة يجب أن تعرفها أولا منها أنه لا يمكنكم مشاركة الألعاب إلا إذ كان حسابك مفاعل أي شحنت فيها على الأقل خمسة دولار هذا يعني أنه أنك لو حصلت على أحد العناوين المدفوعة مجانا في فترة من الفترات وأردت مشاركتها بدون أن تكون جهة حسابك من قبل فلن تستطيع ثانيا لا يمكنك مشاركة الألعاب مع أشخاص من دول مختلفة يعني لو كنت أنت من بلد معين وصديقك من دولة أخرى لن تستطيع مشاركة الألعاب معه يجب أن تكون من نفس الدولة ثالثا ونقطة مهمة جدا لو أحد الأشخاص التي شاركت معهم الألعاب حصل على بان على أكد العناوين التي شاركتها معه ستحصل أنت أيضا على الباند لهذا شارك الألعاب مع أشخاص تعرفهم جيدا أما بالنسبة لكيفيد مشاركة الألعاب كل ما عليك فعله هو التوجه إلى متجر Steam ومن هذه الصفحة سنتج إلى الأعلى ونضغط على Steam ثم من هذه القائمة التي تظهر مختار setting وهنا ستظهر لك هذه الصفحة التي تحمل عدد من الأمم متعلقة بحسابك لكن نحن ستحتاج أن نذهب إلى interface ومن هذا المربع سنختار أحد الخيارين إما Steam Beta Update أو Steam Formula Beta ولا يهم ما تختار فقط جما تختار أحدهما وكما تلاحظون هذه الخاصية في مرحلة البيتا أي أكيد يوجد تحديثات قادمة لكن الأهم حاليا أنها لا تعاني من أي مشكلة كلها في التمام وبعد اختيارك لحدهما سيتم إعادة تشغيل لانشارك ستيم والإنشاء مجموعة لمشاركة الألعاب ستجل تذهب إلى اسم حسابك الموجود في أعلى تضغط عليه من هذه القائمة التي تظهر اختيار الثاني ثم نذهب إلى Family Management وهنا يمكنك الإنضمام إلى مجموعة حسابات مشتركة وإنشاء واحدة لكن نحن ما يهمنا إنشاء مجموعة هذا سنختار إنشاء مجموعة ثم تتجل أن تختار اسم لها وهكذا قمت بإنشاء مجموعة لمشاركة الألعاب الخاصة بك على مجرس تيم ويمكنك إضافة الرفاق من هنا ما يصل إلى 6 أشخاص يمكنك إضافتهم كأشخاص بالغين أو من أجل تحكم فيما يلعبون وأمور أخرى يمكنك إضافتهم كأطفال أما الخيار الثاني وهو المكتبة الألعاب وهنا يمكنك مشاهدة الألعاب التي يمكنك مشاركتها والتي تظهر في الأعلى أما في الأسفل بي الألعاب التي لا يمكنك مشاركتها أما الخيار الثالث والرابع ريكوز وبلينغ تايم هي مخصصة للأطفال الموجودين في المجموعة وهنا يمكنك التحكم فيما يلعبون وأيضا كمية الوقت الذي يمكنهم اللعب فيه أما آخر خيار يمكنك مشاهدة أبرس ما يحدث في مجموعتك وهكذا لدينا مجموعة لمشاكل الألعاب مع شدة أشخاص بشكلها الجديد على متجر ستيم وهم لذاتها الآن أنه يمكنك اللعب حتى لو كان منشئ المجموعة أونلاين أو يلعب أي عنوان آخر وبالتحدث عن هذا الأمر الآن أصبح من الممكن أن تلعبوا نفس اللعبة حسب بعض الأشخاص لديهم من أكونها في المجموعة ومثل على ذلك لو يوجد ست أشخاص في المجموعة ثلاثة منهم يملكون لعبة فيفا الثلاثة الآخرين أو أي ثلاثة من هذه المجموعة يمكنهم أن يلعبوا هذا العنوان في نفس الوقت وهذا باقتصار شباب كل ما يدينا حول هذا الموضوع وإذا كان لديكم أي تسهل واستفسار اكتبوه لنا في الأسفل في التعليقات سنجيب علينا جميعا إن شاء الله وإذا ما قدمنا هنا لجعبكم لا تنسوا لا من السبسكرايب واللايك ولا فيديو آخر نستودعكم الله سلام شكرا